كل عام وأنتم بخير أيام قليلة تفصلنا على الشهر الخير شهر رمضان المبارك خلينا نحكي يا جماعة السبت أو الأحد يعني إحنا مش حنختلف حنصوم لكن يا جماعة من يستثمر هذا الشهر بشكل الجيد من وضع الخطة لهذا الشهر الكريم من يعني وضع حساباته لأن يجدد علاقته مع الله عز وجل وأن يقوم بنشاطات هذه النشاطات وهذه التسكات يا جماعة تخليه يستثمر شهر رمضان شهر الخير والغفران ونتمنى أنه الجميع كمان يجدد يا جماعة العلاقة الروحية يعني علاقته مع الله عز وجل الجانب الروحي يا جماعة حكينا عنه في جانب تطوير الذات الجانب الروحي مهم جدا أنه أنت تطوره يا جماعة وشهر رمضان هو من أكثر المواسم اللي أنت فيها ممكن يجدد هذا الجانب وتعمل على توازن الجوانب اللي احنا بنحكي عليها يا جماعة في مجالات تطوير الذات عشانك بحكي لك إن شاء الله في هذه الحلقة حنتناول خطة رائعة خطتي الشخصية لشهر رمضان مبارك طبعا أنا سوف أستارد معك بعض هذه الأفكار اللي أنت ممكن تستفيد منها يعني أنا حقوم في بعض هذه الأفكار وإن شاء الله أنت تكون مثلي وممكن أيضا تعرض لي هذه الأفكار أو خطتك أنت الشخصية بتحكيلي في التعليقات عشانك بحكي لك يعني لو أنت معني بهذه الخطة حاول تشاهد هذه الحلقة للآخر بعد هذا الفاصل وخلينا أحكي لك لازم تشترك في قناتي قناتي جماعة تحتوي على كثير من الفيديوهات اللي بتحكي عن مجال تطوير الذات وريادة الأعمال طبعا بتشارب باشتراكك خلينا أشوفك بعد هذا الفاصل وحبيت أعمل معكم هذه الحلقة جماعة طبعا في مكان بري مفتوح حتى أن نحن نغير الجو ونحاول نحثكم على أنه جماعة ضرورة يعني دائما يكون لك حمام غابات أسبوعين ولو مرة واحدة وخلينا اليوم نبدأ في هذه الحلقة بشكل سريع أول فكرة بنتكلم عنها لازم يكون لك أهداف طموحة جماعة في شهر رمضان شهر الخير يعني تحط بعض الأهداف اللي فيها نوع خلينا نقول من التحدي لكن ما تقص على نفسك يعني خلي أهدافك بسيطة واضحة فيها يعني نوع من البساطة وسهولة التنفيذ لكن خلي فيها نوع أيضا من الطموح ضروري جدا يا جماعة قبل ما نبدأ هذا الشهر تحط يعني بعض الأفكار أو خلينا نقول أهداف أو خطة بسيطة جدا أنه أنت تتبعها ليش؟ لأنه جماعة منقول إحنا دائما الهدف هو الوقود اللي بحفزك أنه أنت تشتغل وتنتج عشان هيك ضروري يكون عندك خطة أهداف أفكار سميها كما شد ولكن لا تحاول أن يدخل عليك هذا الشهر بدون وضع كم فكرة أو كم هدف أنه أنت تنجزهم في رمضان وشهر الخير خلينا التنوي معك أول فكرة يعني أنا إن شاء الله سوف أقوم بها في شهر رمضان أبقر أو هي على جدول الأعمال الخاصة به تفسير جزء عمل جزء الثلاثون من القرآن الكريم هذا الجزء يعني كثير ممكن يقول لي والله طيب أنا قرأت هذا الجزء وحفظته من 20 سنة فماذا سوف تفعل بها في شهر رمضان المبارك بحكي لك يا جماعة أنا سأقوم بتفسيره وقراءته وحفظه يعني عادة التثبيت طبعا إحنا حفظنا يا جماعة أنا صغار ولكن سوف أقوم بعادة يعني تثبيت الحفظ وأيضا سأقوم بتفسير هذا الجزء من تفسير ابن كثير يعني عندي تفسير بكثير سوف أقوم بقراءة طبعا تفسير بكثير في شهر رمضان المبارك للجزء عمال طيب شو العبرة؟ العبرة بنحكي يا جماعة جزء عمال في بعض الآيات والدلالات على يوم القيامة شو حيشير بيوم القيامة؟ شو الأحداث؟ شو الروايات؟ شو القصص؟ هذه رائعة لازم أنت تتعرف عليها اليوم في كثير يا جماعة يجهل يجهل حتى والله صورة الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفة أحد في ناس يا جماعة ما بتعرف والله المعاني هذه للأسف أبلغ من العمر عتية يعني بعرف ناس يا جماعة خمسي سنة ما بيعرف تفسير هذه الصور للأسف وهذه الصورة من أحب الصور يعني لدي لأنه هي بتعرفك يا جماعة أنه كثير من الملحدين يعني بعقد أنفسهم أنه لا إله وكيف الإله أجه وتمانين وتسعين سنة وهو بيشغل أبحاث على إثبت أنه عدم وجود إله لهذا الكون تمام؟ لكن هذه الصورة هي إجابة يا جماعة صورة الصمد تمام؟ فروعت الصور الصغير أنه فيها يا جماعة دلالات وعبارات قوية رائعة لازم أنت تفهم كمؤمن وهذه من يعني الشغلات اللي أنا بخاططها إن شاء الله في شهر رمضان المبارك فكرة الثانية اللي حاشتغل على هي قيام ركعتين كل ثلاثة أيام طبعا يا جماعة في عندنا صلاة التراويح في صلاة الأشياء لكن أنا أيضا لازم أنه أعمل يعني خلين نقول علاقة هيك مع الله عز وجل أنه نعمل يا جماعة ركعتين على الأقل كل ثلاثة أيام حاول أنه أنت تشتاد طبعا فيه هناك جماعة مشتهدين يعني ممكن يعني يقيم الليل مثلا كل ليلة ركعتين مثلا كل يومين أو كل ثلاثة أو فيه ناس كل سبع بتحكي لك لأنه هو بصلي صلاة التراويح لكن يعني أنا بحاول أني أتوسط في هذا الجانب أنه يكون لدي مثلا ركعتين كل ثلاثة أيام طبعا أنا يعني أنت حتقول لي ليش أنت بتحكي عن هذا الموضوع يعني العبادة هي لله والركعات لله والقيم لله والأجر من الله طبعا يا جماعة إحنا بنحكي على سبيل الاقتداء أنه إحنا بنحاول نشعر الخير ونحاول أنه إحنا يكون غيرنا أيضا نشجع غيرنا يا جماعة إحنا بنشجع بعض تمام؟ على الطاعة والعبادة يعني والمعرفة زي ما حكينا حتى ربي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعني في حديث أذكر معناه أنه يمسك بيد أبو بكر وعمر بالخطاب يعني وأنه يدخل الجنة أعتقد يعني هذه الرواية أذكرة يدخل الجنة فالصحبة الصالحة وأيضا التذكير الصالحة جماعة هذا مهم جدا أنه إحنا دائما نذكر بعض لأنه هذا يعني اجتهاد يا جماعة وهي مسألة اجتهاد فبنحب دائما أنه أي شيء أنت بتقوم فيه جيد وحسن وإيجابي يا جماعة حاول أنت تضعف التعليقات لا تشجعنا ونشجع بعض وأيضا البقر والتعليقات يستفيدوا هذه الفكرة الثانية والفكرة الثالثة في خطتي البسيطة الرمضانية أنه لازم أعمل يا جماعة دعاء يومي لازم يكون إلك خط ساخن بينك وبين الله وهذه فرصة رمضان شهر الخير شهر المغفرة ربنا يا جماعة بتوب علينا بتوب يعني علينا من الذنوب بيغفر لنا هذه فرصة تصفت الشياطين في شهر رمضان المبارك هذه فرصة أنه أنت يكون بينك وبين الله خط ساخن خصوصا يا جماعة بعد صلاة الفجر أو مع الصلوات أو بعد الصلوات هي أوقات رائعة للاستجابة استجابة الدعاء أيضا قبل المغرب قبل أذاني المغرب مهم جدا هذه يا جماعة أنه تعمل يعني قبل الغروب أو قبل الصلاة المغرب أو أذاني المغرب أنه يكون عندك ساعة يا جماعة دعاء أذكار المساء تقرأ شوية القرآن هذه مهمة جدا قبل الإفطار دعاء مستجاب فعشانك اجتهد أن يكون لك فقرة دعاء في هذا الوقت أما مع الفكرة الرابعة لأنه سوف أجتهد إن شاء الله في خطتي الرمضانية البسيطة أنه أقوم بتنفيذها أنه بعد صلاة الفجر يكون عنده خلو مع الله عز وجل بعض الأذكار بعض التسبيح بعض قراءة القرآن الوردي للم القرآن يا جماعة هذه ساعة بيكون ما فيها إزعاج نهائيا أنت ممكن يعني تحاول تنجز فيها قدر كبير يعني من الطاعة والعبادة فبالتالي إن شاء الله سوف أحاول قدر إن كان إني أجتهد أني دائما أحرص على الساعة والساعتين بعد صلاة الفجر يعني ما بيكون فيها لا أكل ولا شرب ولا مثلا إزعاج الكل نائم فبالتالي هذه من أعظم الأوقات اللي ممكن إحنا نستثمرها إن شاء الله يعني سأكون من خير المستثمري لها عادة هي جديدة ما كانت عندي موجودة في رمضان الماضي طبعا هذه إن شاء الله عادة جديدة سوف أدخلها على نفسي وإنتوا حاولوا يعني تشوفوا إيش العادة الجديدة اللي ممكن ندخلوها على أنفسكم الفكرة الخامسة اللي حتكون في شهر رمضان المبارك وهي إقامة ركن خاص بالعبادة يا جماعة والطاعة حاول أنه أنت في شهر رمضان تميز مكان في بيتك أو في شقةك أو في منزلك مكان هذا يكون مخصص فقط للعبادة قراءة القرآن تسبيح الأذكار وهكذا حاول أنه أنت تعمل لك يعني جو رائع من العبادة والطاعة تميز به الشهر رمضان الكريم وخاصة ممكن تخلي يعني تخص للقيام يعني والتسبيح والأذكار وقراءة القرآن وممكن يستمر حتى لبعد رمضان يا جماعة لكن احنا بنحاول نقول أنه دخل حاجة جديدة في البيت خصوصا أنه أنت مقبل على شهر رمضان المبارك حتى تحس بالفرق يعني هذا مهم جدا يعني خاصة لنفسيتك وعقليتك وجسدك بشعر أنه في شيء بيربطك يا جماعة في هذا البيت مكان جيد وصالح أنه أنت تؤدي فيه العبادات إذن إقامة ركن جديد إقامة ركن خلينا نقول يعني هيك مرتب وخصص للعبادة يا جماعة والطاعة هذا شيء حيكون خرافي وحيفرق معك وحيقلك نقلة نوعية في الطاعة والعبادة في شهر رمضان الكريم وبهيك أنا تكلمت معكم عن بعض الأفكار اللي إن شاء الله حقوم بتطبيقها في شهر رمضان المبارك وخليني يا جماعة نصحكم نصيحتين مهمين جدا ولنفسي أيضا قبلكم النصيحة الأولى أنه لازم إحنا جماعة نحاول أنه نخفف من الأكل نحاول أنه ما يكون عندنا أكل كثير يا جماعة بكميات يعني مهولة لدرجة الإصراف لأنه ربنا يقول في القرآن الكريم وكله واشربه ولا تسرفه تمام عشان هيك لازم أنه نحن يكون يعني خليني يعني منطقيين يا جماعة في الأكل والشرب لأنه حتى هذا بسبب تخمة لك يعني ممكن تروح لصلاة التراويح وإنت للأسف تعبين جدا عشان هيك أنا بنصح أنه نفسي وأنصحكم أنه نحاول نخفف الأكل قدر الإمكان هذه نصيحة إن شاء الله أنا يعني أحاول العمل بها طبعا من خلال أنه أنت تكثر يا جماعة أطباق السلطات مثلا الشربات المياه السوائل يعني استبدل حاول قدر الإمكان يعني بعض أنواع الأطعمة يعني بالمشربات والأطعمة خليني نقول الخفيفة زي السلطات زي المشربات زي السوائل هذه ممكن يعني تكون يعني عوضا عن الأكلات يعني لفيها نوع من التخمة واللي بتسبب لك يعني خليني نقول ضرر صحي نتيجة أنه الأكل الكثير النصيحة الثانية اللي أنا بدي أحكي فيها أيضا النوم يا جماعة النوم مهم جدا 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 إذا أنت ما نمت النوم الكافي للأسف حيكون النهارك للأسف صعب جدا ومتعب عشان هيك أنا بنصح نفسي وبنصحكم موضوع النوم يا جماعة موضوع شائك والكل بيعاني إنه ما بينام النوم الكافي لنفسه بالتالي بكون تعبان طول النهار خصوصا إنه لا شرب ولا مية ولا أكل ولا حاجة فبالتالي أنت مسطل واليوم ما في أي انتاجية عشان هيك إحنا بنحكي وبننصح أنفسنا جميعا إنه لازم يكون في نوم كافي والالتزام الالتزام الالتزام التكلمنا عنه جماعة ودائم نتكلم عنه في اللايفات بهم جدا الانضباط في المعايير اللي إحنا نتكلم عنه في النصائح وفي الأفكار بتمنى لكم رمضان شيق ورائع وإن شاء الله ربنا نتقبل منكم جميعا العبادة والطاعة وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم طبعا في نهاية حلقتي بحب أحكي لك أنه أكيد أنت استفدت يعني لو معلومة أو نصيحة طبعا يعني إذا استفدت يا أخي حاول يعني تعمل يعني كبسة العجاب يعني مش هتكلفك شيء يعني ما بدأ أقول لك أنه شير هذه الحلقة أو اشترك في القناة حاول تعمل العجاب على الأقل لأنه كثير يا جماعة من الناس اللي بشاهدوا الحلقات وستفيدوا منها لكن للأسف لا بدعمنا لا بيشتراك ولا بيعجاب ولا يعني بأي شيء تمام فبعكي لك يا أخي على الأقل أعمل عجاب مش هتخسر شيء ما تعلق ولا تشترك تمام وخلينا أشوفك يعني بذكركم في محاضرات أسبوعية ومسيحة رمضانية على قناة تلكرام إن شاء الله حنعقدها محاضرات حسين في تغيير حياتك أنا بوعدك لو يعني تابعت هذه الحلقات والمحاضرات حتتغير حياتك بشكل كبير كثير يا جماعة من اللي بعثوا لرسالة على القناة وطبعا السوشيل ميدا تغيرت حياتهم والحمد لله رب العالم وأثرنا فيهم خليك طبعا من الناس اللي بتحب تغير في حياتك تحسن في هذه الحياة قبل ما أنه يعني يا جماعة نرحل عن هذه الدولة نستفيد نقدم قيمة نحاول أنه إحنا نؤثر ونتأثر ونساهم في بناء هذه الحضارة تمام؟ عشاني بحكي لك أنه ما تنسى تم الأجاب وتشير هذه الحلقة ودائما خلينا نشوفك مع طبعا منصتنا 10 منتس وعائلتنا إن شاء الله نحو التحسين خلينا نشوفك في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر